قد يقول قائل كيف أعرف هل الله عز وجل هداني أم لا الجواب بسيطة إذا كنت تعرف الحلال والحرام فتفعل هذا وتترك هذا فقد هداك الله فإذا اهتديت فأنت حبيب الله وأنت قريب من الله أنت عزيز عنده فمن يهمك بعد الله إذا كان الله يريدك ويقربك ويمدك بالهداية طوال اليوم فماذا تريد بعد ذلك طيب قد يقول قائل آخر يقول طيب كيف أهتدي أنا الآن أريد الهداية كيف أهتدي لن تستطيع أن تهتدي إلا إذا هداك الله إذا لم ينزل الله الهداية إليك فلن تهتدي أبدا أبدا ذكر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد قال بعض أهل العلم لو كان الخير بيدي هذه وقلبي بيدي هذه ما استطعت أن أضع الخير فيه إلا أن يكون الله هو الذي يضعه أنا أعرف الآن ماذا ستقول لي ستقول إذا كان أمر كذلك فماذا عسى أن أفعل لا أستطيع أن أفعل شيئا لن أستطيع أن أهتدي ولا شيئا لا تستطيع أطلب الهداية منه وهو سيعطيك إياها لا تقف هكذا مكتوف الأيدي تنتظر الهداية لا لا ربنا سبحانه يحب منك أن تطلب منه لكي يعطيك يقول الله تعالى وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدس يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم استهدوني يعني أطلب مني الهداية أهدكم أهدكم